اشتركوا في القناة وتعطيل العمل في الدوائر والمؤسسات في دبي ترجل فارس من فرسان دولة الامارات العربية المتحدة تاركا خلفه ارثا كبيرا لصالح الدولة الشقيقة واجيالها القادمة حيث كان للراحل الشيخ عمدان بن راشد المكتوم دورا بارزا في مسيرة النماء والتطور والازدهار التي شهدتها الدولة الشقيقة فعمل رحمه الله بكل اخلاص وتفاني على مدى اكثر من خمسة عقود لرفعة وطنه وفيما توديع دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة الشيخ عمدان بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية فانها تستذكر سيرته العطرة ومسيرته الثرية حيث تسلم رئاسة بلدية دبي في منتصف الستينيات كما شغل رحمه الله منصب وزير المالية منذ التشكيل الاول لمجلس الوزراء في التاسع من ديسمبر عام 1971 ولغاية وفاته وترأس رحمه الله العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية الرفيعة المستوى والتي تلعب دورا حيويا في دعم الاقتصاد وسوق العمل في دولة الامارات عرف عن الشيخ حمدان بن راشد المكتوم رحمه الله اهتمامه بالأعمال الإنسانية وشغفه بالثقافة والأدب والتطور العلمي وحرصه على التنمية البشرية المستدامة في بيئة عالمية مستقرة ترتكز على الحوار والشراكة وقد نال العديد من الجوائز والأوسمة تقديرا لجهوده الإنسانية والخيرية والعلمية ومنها على سبيل المثال للحصر الشخصية الإنسانية وأفضل شخصية عالمية في مجالات الصحة والتعليم والرياضة وأرفع ميدالية تقديرية من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة